كل مرة يعود الحديث عن مكافحة الفساد الذي نخر مفاصل الدولة وتكثر الوعود التي لم يعد يثق بها العراقيون على مدار 17 عاما حكومة الكاظمي كسابقاتها وعدت بمكافحة الفساد لكن هذه الوعود لم تكن سوى شعارات متجددة وعمليات أمنية خجولة هنا وهناك كما يصفها ناشطون لجنة تحقيقية برئاسة ضابط رفيع وبمشاركة ممثلين عن أجهزة أمنية حساسة كجهازي المخابرات والأمن الوطني لمتابعة تلك الملفات بينما يتولى ما يعرف بجهاز مكافحة الإرهاب تنفيذ القرارات القضائية المتعلقة بعمل اللجنة تقول الحكومة اللجنة ستستعين بـ 25 محققا و 15 موظفا إداريا وتقول الحكومة إنها بشرت بالتنفيذ بعد تسمية قاض أو أكثر ومدع عام للإشراف على التحقيق مراقبون أكدوا أن تكليف جهاز مكافحة الإرهاب بتنفيذ الأوامر القضائية سيولد احتكاكا مسلحا مع زعماء مافيات الفساد في مؤشر واضح على حجم تغول الميليشيات في مفاصل الدولة وأمام هذه الوعود الحكومية كشفت مصادر برلمانية عن ملفات فساد بالمليارات في وزارتي الصحة والمالية نقلا عن عضو لجنة الصحة النيابية جواد الموسوي الذي كشف عن وجود أكثر من أربعين ملف فساد بمليارات الدولارات تتعلق بفحوصات بيروس كورونا الموسوي اعترف بأن أحزاب وشخصيات سياسية كبيرة تسيطر على تلك الملفات وتؤخر فتحها وهو ما يفسر مماطلة هيئة النساها بحسب وصفه ويبقى العراقيون ينظرون بعين التراقب والحذر لما تأول إليه أوضاعهم الصحية والاقتصادية وسط فوضى أمنية وسياسية واقتصادية عاربة ووعود لم يروا منها شيئا سوى الشعارات التي ترتدي حلة جديدة كل مرة ترجمة نانسي قنقر